السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا رح نحكي في حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال العطارد اللي رح ينتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان يوم الثلاثاء 27 حزيران رح ينتقل الساعة 12 و 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني أول 23 دقيقة بعد منتصف الليل ونعتبرها احنا بالشرق الأوسط فجرا ورح يظل عطارد موجود في برج السرطان لغاية يوم 11 ساعة 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا بالنسبة لكوكب عطارد كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة بيتحكم في الاتصالات وبيتحكم أيضا بالمواصلات وقوة التعبير وعشق الحرية ويعني بعطي إيجابيات كثيرة ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة بيدعمنا على كل هاي المسائل اللي هي إلها علاقة بالنشاطات أو بالفكر أو بالحركة أما بالنسبة لسلبيته لما بصير منتحس أو بشكل زوايا سلبية على طول الخط بيعطينا الفضول والعفوية يعني شوي هيك ممكن تكون في عندنا نوع من أنواع العصبية الغيرة العنادة أشياء من هذا القبيل ولكن هو إجمالا لأنه حسب الزوايا اللي رح تتشكل اليوم يمنوخذ أنه نسبة الإيجابية رح تكون عالية جدا بالنسبة له فعشان هيك عشق الحرية وقوة التفكير والاتصالات والمواصلات والحركة رح تكون هي الغالبة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل أثناء وجود مع عطارد أثناء وجوده في برج السرطان طبعا أغلب الزوايا أو كل الزوايا تقريبا إلا زوايا مع القمر ممكن هي اللي تكون سلبية ولكن أول زاوية رح تكون زاوية تثليث الإيجابية بين عطارد وبين زحل يوم 36 هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاوم الجسدية منتصرف بحكمة منثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين العطارد وهاي رح تكون ذروتها يوم 1-7 بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس بين عطارد وبين المشتري وهاي برضو يوم 1-7 ذروتها بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري برضو هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بتزيد من ميلا للعلوم الطبية والأستاذي أو الدينية بتدفعنا لممارسة وظيفة حرة برضو مناسب لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي ذروتها يوم 7-7 مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما أنها بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي يوم 9-7 رح تكون ذروتها بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية تقابل إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي رح تكون يوم 10-7 بتزيد بين حد الذهننا وحدثنا ونقدنا بتمنحنا حب العدالة والإتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا ونجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة يعني زي ما شفنا أنه أغلب الزواية اللي رح تتشكل هاي زواية إيجابية معناته رح يغلب على طبيعة عطارد خلال الفترة القادمة هي الطبيعة طبيعة السعادة يعني من يوم 27-6 إلى يوم 11-7 هاي فترة ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بما أنه عطارد رح يدخل عندهم في برجهم فهنا بينشطوا فكريا بالذكاء بصير عالي مجالات الكتابة والتحليل بتصير أقوى قوة الحدث والتركيز والقدرة على الإقناع وخصوصا إقناع الغير بوجهة نظرهم بتصير برضو قوية بتزداد الرغبة عندهم في مجال الدراسة والمطالعة وأخذ الدورات مثلا وإجراء اتصالاتهم الضرورية والحركة والتأثير بشكل قوي يعني بصيروا مؤثرين بشكل قوي على المحيط بتصبح نظرتهم للأشياء من حولهم أكثر عمقا وأبعد رؤية بتباشروا في اكتشاف أشياء جديدة ممكن برضو مع حركة عطارد ودخوله للسرطان يتم اكتشاف أمور إلها علاقة بالمجالات الطبية الناجحة أو اكتشافات جديدة يعني خصوصا الأمور اللي إلها علاقة يا إما في مجال الطعام الأكل أو إنه بالمجال اللي بيتعلق بالبيوت والبنى والأشياء هاي والمجالات الطبية بيستفيد مع موليد البرج السرطان اللي هم الأول إشي الأبراج المائية والعقرب والحوت والترابية مثل برج الثور والعذراء والجدي وكل شخص تواجد في لاحظة ولادته أو في ساعة ميلاده لو نظر للخارطة الفلكية أو شاف عطارد موجود بالسرطان معناته هو من الأشخاص المميزين خلال هاي الثلاث أسابيع أو بالأبراج اللي ذكرناها الليه المائية والترابية طيب إيش التأثيرات يا سعيد رح تكون على جميع الأبراج ياريت اللي ما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو مشترك أو مشترك أو هاد يعني كبسولي على هالكبسات اللي موجودة تحت الفيديو الله يرضى عليكم برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو أنا بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية ممكن تسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم وهذه فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل وتعتبر هاي فترة عقارية بامتياز لأنها بتشهد نشاط كبير في مجال الشراء والبيع والصيانة والتصليح والديكور ويمكننا إقناع الآخرين بأفكارنا بشكل جيد ممكن تتعلق هاي الفترة بنقل ملكية أو إرث أو زي ما حكينا شراء أو بيع أو استئجار عقار جديد ممكن ندخل تحسينات مهمة على مسكننا بسود جو عام من الحوار البناء مع أفراد الأسرة برضو بيأخذوا برأيك أكثر وممكن يستشيروك في بعض الأمور على نطاق العمل برضو اللي بيشتغلوا في مجال الفن أو المسرح فهاي فترة مناسبة جدا للدفع بمصالحكم وإظهار قدراتكم في هذا المجال برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة والامتحانات وممارسة هواية وبعض موليد برج الثور ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية أو يهتموا في هذا المجال هاي فترة مهمة للقيام بأسفار ودراسة وعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية ممكن تشهد هاي الفترة نشاط في التنقلات القصيرة أو السفريات القصيرة اللي ممكن تجد فيها التسلية والمتعة بتتميز بفكر قوي جدا وقدرة كبيرة على الإقناع وخصوصا مع الإخوة والجيران هاي يعني حتى أنه مين ما حاورته أو ناقشته رح يجد آذان صاغي لكلامك بيتقبل وجهة نظرك في كثير من الأمور تجد نفسك مدفوع بشكل كبير لمعرفة وفاهم كثير من المسائل من خلال المطالعة القراءة والدورات يعني بكل هاي المجالات برضو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية هذولا بيستفيدوا بشكل قوي واللي بيشتغلوا في مجال التسويق ممكن تقنع عملائك بأفكارك بشكل جيد وبتجد أن الأضواء مسلطة عليك هاي الفترة بشكل قوي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنصب أفكاركم حول أفضل السبل لكسب المال ممكن تسمعوا خبر صار بخصوص عملكم أو تحصلوا على أرباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أفكارك الخلاقة إلها قيمتها في هاي الأيام أهم إشي إنك ما تتركها مدفونة مع نفسك حاول إنك تضغرها للعلن ممكن تجيك كثير من المكاسب الماذية خلال هاي الفترة بس بتسيطر عليك في هاي الفترة مجموعة من الأفكار اللي يعني كلها إلها علاقة بأفضل الطرق للحصول على المال ممكن تحصل على تحقيق كثير منها ولكن إذا بدأت بمشروع أو بعلاقة مع أحد البنوك أو المصارف حاول إنك تغتنم هاي الفترة لأن هاي الفترة تدعمك بشكل قوي فعشان هيك في هاي المجالات برضو العمل فيها ممتاز برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا بتشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بآراءهم وبتنشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات برضو بإمكانكم تنجزوا بعض الأعمال المهمة وبتجدوا سهولة جدا في متابعة دراستكم أنتوا اليوم من أكثر المحظوظين مع دخول عطارد لبرجكم ليش؟ لأنه رح تعوض كثير من الأمور يعني الشمس وعطارد مع بعض هنا بتستعيد كثير من نشاطك وخصوصا نشاط الفكري العقلي بتحس بقوة الخيال والحدث بتبحث عن أفضل الطرق للتواصل مع الآخرين بتنشط عندك الحركة والتناقلات بتحاول أنك تظهر دائما بشخصية القوي في هاي الفترة ليشان وطاقتك عالي جدا وفعالي جدا وبتبعد كثير عن الأمور اللي فيها تفاهات حاول أنك أنت تركز بشكل قوي على نفسك إيش حنح نفسك بطاقة إيجابية عالية برضو ممكن تدعم أبنائك بالدراسة أو المطالعة أو تطوير هواي ما أو تشجع أي شخص رح يكون موجود حواليك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا موليد برج الأسد لأنه عطارت في بيت المتاعب وإلو علاقة بالفكر فهنا موليد برج الأسد بصير اهتمامهم أكثر في مجال الغيبيات ممكن تجد حلول للتخلص من مشاكل أو صعوبات كانت بتعوقك بتجذب هاي الفترة الكثير من الأمور الغامضة وبتجذبك برضو في نفس اللحظة العلوم الباطنية الروحانيات بتحاول فهمها وإدراكها عن طريق التعلم أو القراءة أو الغوص عميقا في بواطنها وبتنشط هاي الفترة في البحث عن أجوب إلى أسئلة كبيرة في الحياة كان صعب إنك تبحث عنها بالفترة الماضية بتحاول إنك تدركها أكثر اللي بيشتغلوا في مجال التأليف أو الكتابة هاي الفترة ممتازة جدا حاول إنك تنجز كل الأعمال اللي بتتعلق في هذا المجال بتنتشر هاي الأعمال بشكل قوي جدا بهاي الفترة خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في هاي المجالات اللي الأشياء الغامضة الخيالية الكتابات التأليف الأشياء هاي فبتحققوا رواج أكبر بين الناس برج العدراء بالنسبة لما وليد برج العدراء طبعا بتميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء برضو اليوم الفترة هاي ممكن تتعرفوا على أصدقاء جدد أو تتلقوا أخبار سارة عن أصدقاء بقيم خارج البلاد ممكن تقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاكم يعني هاي فترة تعتبر فترة اجتماعية بامتياز فترة جيدة للحوار وتبادل الأفكار معهم والتقرب منهم إذا كنت مقدم على مشروع أو إقامة أو جمعية أو منظمة بتحاول أنك تبدأ بتكوين مؤسس ما فهاي الفترة جيدة لهاي الأمور ولكن ده تكون على يقين أنه شوي هيك يعني ما بيضيع حق وراء مطالب حاول أنك أنت تهتم بمتطلباتك وحقوقك والطالب فيها وما تترك أمورك مؤجلة وبادر لاتخاذ الخطوات المناسبة لذلك أنت شخص بيمتلك الكثير من الصفات الإنسانية الكبيرة ولا سيما في مجال الشراكة بعيد عن الأنانية كون مطمئن بأنك على حق برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا أفكاركم بتفيدكم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفوذ بإمكانك تتقرب من المسؤولين عنك في العمل أو تبادل الأفكار معهم يعني فترة جيدة للحوار ممكن يعني تأخذ مشروع أو مشروع تكون مهتم فيه أكثر تقدمه بطريقة التي تحقق من خلالها الاستفادة من قدرتك على إقناع الغير بعيد عن التوتر فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد لأنه حاول أنك تفرغ نفسك وعقلك وذهنك لا إما إذا كان عندك مشروع بدك تقدمه أو إنك أعمال بتتممها لأنه علاقاتك مع المسؤولين راح تكون مميزة وملفتة للانتباه أنت الشخص ذوي أو دو حدث عالي استفيد من هاي الميزة خلال هاي الفترة ممكن تدرك كل شيء بدور حولك أهم شيء أنه ممكن تتلقى عرض مهم في هاي الفترة وخصوصا في محيطك العملي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة بيستفيدوا الطلاب الأكاديميون في دراستهم وهاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء يعني فترة ثلاث أسابيع فترة السفر الخارجي بامتياز لا تفوت فرصتك في هاي الفترة بإمكانك التفاهم مع شركائك أو مع مؤسسات خارج البلاد أو الحصول على مكاسب كبيرة خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بتنشطوا في اتصالاتكم البعيدة بتفتح علاقات جديدة مع أشخاص يا أجانب يا بيقيموا خارج البلاد والأدباء برضو بإمكانهم أن يستفيدوا من النشر والطباعة والتوزيع المطبوعات خارج حدود الدولة عندك الكثير من الأفكار اللي بتجد أذان صاغية لها بامتياز هاي فترة تعتبر الأهم للتقدم إلى الجامعات أو مناقشة أطروح جامعية أو أخذ دورات تعليمية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة وبتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية وبعد موليد برج القوس بينشغلوا بضبط الكثير من الأمور المالية المشتركة وبتحاولوا وضع النقاط على الحروف ممكن تلغي من حياتك بعض الأشياء وتبدأ مرحلة جديدة ممكن تغير شركائك الماليين أو تبحث عن ممولين لمشروع أو تفكر فيه مشروع بتفكر فيه من فترة طويلة الفترة هاي تحطه على أرض الواقع هاي فترة ثلاث أسابيع فيها كثير من التغييرات الجذرية إذا استطعت ترتيب أولوياتك بشكل واضح في بعض موليد برج القوس ممكن يكون لهم ميراث أو قرض أو معاملات بنكية أو ضريبية ينهوها بشكل جيد خلال هاي ثلاث أسابيع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي فترة ممتازة لتبادل الآراء والأفكار تعتبر مع الشركاء وبتكون علاقاتكم مع أزواجكم أو زوجاتكم أو شركائكم بالعمل مرضية بيطبعها العطف والمودة هاي فترة مناسبة لتصوية الخلافات والنزاعات لصالحك تعتبر فترة للشراكة أو بالشراكة بامتياز تتميز هاي الفترة بالقدرة على الحوار والنقاش مع الشريك بعيد عن التوتر والشكوك وبتكون مرن إلى أبعد الحدود وبتكون مستعد بشكل جيد أو مستمع بشكل جيد وبتتقبل رأي الآخرين بهدوء هاي فترة الأنسب للعلاقات مع الشركاء في العمل بعض المشكلات العالقة بطرق سلمية أو حوارية ممكن أنك تحلها استفيد من هاي الفترة ما من قدرتك على الاحتواء برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتفيدكم هاي الفترة بأشياء لها علاقة بزملائكم بالعمل أو بأعمالكم عملك بيصبح ممتع ممكن تزيد حيويتك وصحتك فيه نوع من أنواع التوتر ممكن يكون ما بينك وبين بعض رفقاء العمل وما بتنتهي لصالحك فترة مناسبة جدا لتبادل الأفكار والأراء مع زملائكم بالعمل وتقديم النصائح للآخرين بتكون محط إعجاب المحيط بك وممكن يعرض عليك مشكلة أو يكون لك دور فعال لحلها الكثير من الأمور العالقة مع الزملاء أو مع أحد الزملاء ممكن تجي الطريق للزوال بما يرضيك طبعا وأيضا ممكن ينعرض عليك عمل جديد أو مزايا جديدة لها علاقة بالعمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتمارسوا نشاطات أدبية وتركيزكم على الأبناء أكثر وهاي الفترة بتعرف لقاءات ممتعة بيكون لها أثر طيب على حياتكم العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة من الترفيه أي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أنت بالفترة هاي تعتبر مدير مدير ناجح في مختلف الأمور تنشط هاي الفترة في الدراسة والمطالعة تعلم هواية جديدة ممكن تمضي إلى آخر الطريق بعزيمة كبيرة وتحقق أي إشي أنت بترغبه إذا كنت من الأشخاص اللي بيعملوا في مجال الأدب والكتابة فهاي فترة مناسبة للتأليف والكتابة والترجمة حاول الاستفادة من كل العروض اللي بتقدمها أو بتنفتح إليك أو بتنعرض عليك في هاي الفترة في جميع المجالات طبعا يا ريت اللي ما حط لايك أو ديسلايك أو كومنت أو شير أو ما اشترك بالقناة بالكبسات اللي تحت كبسوا عليهم الله يرضى عليكم ويبارك فيكم وشكرا لحسن الاستماع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا وللأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر